السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشلاهوية لا عزاء لخائنين لا عزاء لخائنين نواصل نواصل التعريف المظلومية الكشف عن جميع العيوب والطوقوب والتهراميات والشهليب والاختلالات والتجاوزات والنواقص والقصور والإقسان اللي يقصر له العمر الإقسانة والذي يسبب في إقسان الفئة دي العشرة الاف ومئتين متقاعد ومتقاعدة الله يقصر له العمر إن شاء الله لأن الخلافات مخلافات دي الأبو صابونة علمهم الشلا ما تعلمت يبغوا يديروتهم يبغوا يتعلموتهم يديروت الصابون الكوين الكانبو هاضي الكانبو قال لك الكانبو هاضي الكانبو لا لا إله الله يا سمحوا لنا إخواني وأخوات دي النار مرة من رخص من الدنيا شغال دير ما هذا أطلبها شارب هذك فيه يقول لك لا شغال دير واشغال دير وعلاش دائما أشغال دائما أبو راضع فلتارت عينك ما كان فو زيار لا شنع تل آخر لاحظة أبقى شهر لديك اللي جايين قل لك بغي ديروا وقفة احتياجي يهو دير نحو وقل لي النقابة قريني هذه النقابة غدير لك وقفة احتياجي قريني هذا الوقت اللي كان الخيطة موزدوج دوبلا فاصل فوق تقول كلام وطاعدة تقول كلام دركرة كل شي يبان كل شي تسنى كل شي توقع كل شي تبرمج كل شي تدير برمج الدير انت الملفات اللي غادت تعالج الدير كل شي وضح كل شي وضح داخلين غير البيت اللي فران هالدخلت دركة الخبز للبيت اللي فران كل شي تعجن كل شي تقاد تقاد تقول لك على التنفيذ والتنزيل والتدبيع فضينا الحضرة فضينا دي اللي كان يشي ملفات بعد دتت تكمل هالد ملفات سبع وعشرين وتتخلص واللي غدا يبدوا يفكروا في الملفات الأخرى اللي هادالجي اللي كان يبقى عشرين واحدة عشرين ميل كچه يبيع منها عارفين حاسبينا كانت سبعة ورابعين آخر حاش تقول لك سبعة ورغين طار بقوا عليه سبعة وعشرين شايفعل لقا Thanksgiving 고اش في نان المفرح لقاومة جزء انت من الارفعين انت من الأ ranged when everyone وقACE 21 21 وعشريني يعني 3 واحد وأربعين في المجموع كان ولكن اللي اللي قد يدود في ألفين deutschenacia 22 23 كان غير واحد وعشرون حتى يتكمل هذا الشيء هذا يغطي الميزان يدي 2022-2023 أنا راكم عزاز علي ما نبغيش نبغي نموضح لي هذا الشيء ما كيش ليقولوا لكم هادو الكوان وطي عشان نقول لك تيبغوا 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 يتفلوا على البنادم ميجيش يقول البنادم هاكين 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 بتريد عددوا 2022 تيبغوا 23ax24 ما تدينة ما في يعوانهم وبدق هاذا واحد حساب الحساب وشبه وه Conan ال backyard نعم ؟ اب اللي ادار آ prom من اللي تداره المفكر vai ابي تحت الشجارة ولكن نعطي ذاك الكونيمات شكا ان داروا لي وبالتالي رجع والن تدير ال كونيمات وقالوا الكنيمات نتيج جمعو وقالوا كانوا خدامين في المراكز وقال لي ومع مرة شافت القيزم تعين أحد دارهم محترامات كانت هذك الوقت الستينات السبعينات كانوا مغايل لين والدي كان عذور مئة وعشرين إذن لم يتم إعمال العقل وترجيح كفت الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمان فكان الحق بدغدغة العواطف وإرضاء دول القربة ومنتمين والقواعد والمتعاطفين لقد تم تسييس الملف تم تسييس الملف في 2016 تم تسييس الملف والملفات اللي باقي منهم هاد سبعاء هاد ستالي ذو القادة ووزو را كانوا مسألات سييسية سييسوا الملفات دوزو هذك الشي اللي باعوا وخلاه كانوا مطافقين أنه تحجم الدوج حتى 2022 ما في ندارو ذك الطبع على يدها التونائي والتولاتي وما عارفين ما تح تميل في مبقى غاية تسنة وراء الاتفاق لـ 25 أبريو 2019 ذك الشي علش الآن من يجاوه مباشرة يعني ليقدروا اللي كيد ديالي ذو وزوها فلو لازق هنالمراصم موجودة في الفين منذ الفين وثمنتاش المراصم كان ديال لكن كان خاصها غاة خربيشة كما قال خربيشة ديال رئيس الحكومة ديال العثماني العثماني كان تاني دان داني كان خاصه دان داني تاو خاصه تيتشاور مع دان داني دان داني يقل لي ما تدير تا حاجة إذن الملف في الأساس كان يستندو إلى ضحايا المادة 112-15-6 هاد المادة اللي منذ سنتين وأنا ترافع بها ودرنا فيها البطاقة التقنية إلى آخرين هال الكنان يلا يجب نهار اللي كنا بغي نديرو البطاقة التقنية ويومين وكان سيحيو الله يرحمه باقي بالحياة وأستاذ في الدار بدأ جزاؤ الله الفخير قيسيات ونجروا بالليلة وبالنهار يعني وقال خاصك 24 ساعة تكون هالرست فيها دادر الابن ديال جيب يعني هالباسي باش يديرو دخلت مدادر تهرر ديال دري واللي اللي بقى فيها انه ومشا كانت عنده واحد اللقاء في منراكش ومشا 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 بالاندار تاج اللي صاير خلي عليك خلي عليك رمدان دو وزناه ناس قال سيحفت ديو رمعتهم ما احد الرباط قام تيجو لذلك قال لك لو بغين يجي ذرو فتاكم الكل جد تفات الفوت عد سوو واني كيف بحيث ايا الكافر بالله اللي تنعرف ورمان هنش بيكم رمان شتيت ومن هنش بيه ومن عقلش عليكم رمان الحزام والتاحت كون نحش مو من الاخوان كون من حسم الاخوان والاخوات اذا الملف كان يستهند الى في الاساس الى ضحايا المادة الضحايا اللي تقعدوا برسم السنوات من 2003 الى 2007 كان خاصهم يدوزو بال15 لس تقعدوا داروا فيهم الكوطة تقعدوا بالتاس والضحايا الموظفين قبل 1993 الذين لم يعينوا في السلم التاسع ابتداء 1995 توظيفات الأفواج من 80 إلى 86 الباكالوريا والتعيين السلم التامي والإحصاء الأساس كان يستهند الى خير ريجي الفواج 1979 إلى غاية 1986 في حين لقينا اللي كانوا مرتبين من 72 إلى غاية 1978 وملي بعد 40 سنة 72 40 سنة خرجوا في 2012 كان بروغرامي ذاك شي 2018 يعني الأفواج دي 1900 اللي كانوا مرتبين في السابع 1978 40 سنة خرجوا في 2018 هاد الأفواج هاد الأفواج في القوم اللي مستفيدين مرقيه ربعات المرات ودي يزين خمس بستثنين بتاسع العشر ودي زين من العشر لحضة عشر بستثنين واربعات سنين وثلاثة سنين من جوت يديروها اللي عنده السابع اللي مخرج بالسابع تيعطوه اللي توظف بالسابع تعيطه وربع سنين واللي توظف بالتامن تعيطوه وعنده البكالوريا تيعطوه ثلاثة سنين. في الوقت لصحاب الاجازة متى تكون تستندوا اجازة الشوائد العليا. صحاب الاجازة كانوا تيعطوهم بتيازات. يعطوهم اي حاجة طرقية اه يعني يشارك في شيء طرقية بالاختيار يشارك يعني في انطيقال اي المديرين اعطوه الشواد. قلت البا اجازة تيعطوهم سنوات عطبار يعطوها اليوم الى اخيره. يعني الاجازة لكبارهم ديال انتيازات. وهنا الباكالوريا خاصوا ياخد اقل من اللي تخرج بالسابع وما عندوش الباكالوريا عندو اقل عندو مستوى اقل من الباكالوريا. محترامات الاخوة. احنا هاتن قارنو. او كان لكين اللي كانوا تيدخلو غا مدريرين ولا مقاتين الى اخيره. محترامات الجميع. اعطوه اربعات سنين. اعطوه اربعات. منحوه اربعات السنوات ديال الاقدامي اعتباري. واللي عندو الباكالوريا والفوق. اعطوه ثلاثة نقاط فقط. ومن انتج وصلوا الاجازة. حتي جلت لك احنا الافواج ثماني تستو ثماني جاءوا بالمطرقة والسندان. هادو ما اللي ضاعوا. هادو مال كله الماضي. هادو ما اللي تتعود وثلاثين سنة في الفين وتسعتاش. يا الله مرقي مرة واحدا. يا الله مرقي مرة واحدا. ولا جوج. هادو مالك اللي الماضي. هادو ما اللي كانوا تضيع الحقوق ديالهم بين الاقدامية العامة. مين تكون تتشكل القواعد ديالنقابات. وبين الاجازة من سبعة وثمانين وما فوق. مين كانوا تتشكلوا. مين تتشكلوا القواعد. اذا شكول لي كان شكول لي خصيش ضربعات النوقات. واش اللي عندو الباكالوريا وتعين بالتامن. ولا اللي عندو الترواز ياماني ومعين ولا دوز ياماني ولا داك ومعين بالسابع. واللي دخل غامو قادل المدرير الاخير اللي ترتب بالسابع. اذا شكول. اشنا هي كيفاش لهاد المعايير اللي تتديروه. هلا هنا في نقلك خاص جميع المراسيم. نحصروا الضحايا دياله والاختلالات دياله والتجاوزات دياله ونقوم بالانصاب ديال واخص بالذكرانات متقاعدين ده ضروري. اما للمزاوري را النظام الاساسي جديد راي قادلين الامور دياله. ولكن را دائما غايد تقادلوا وغاديمشوا وفقا القوة اللي عينة. لكن زادوا فيها ستة وثلاثين في المئة. ستة وثلاثين في المئة. اذا غايمشي داك شي عبر التدروج. بالتدروج وحاسب الامكان. ادشير ان بروغرامي ديميل وفيند دو ديميل وفيند سيس. والخطوة الاولى المرحلة الاولى. مرحلة الاولى هي من 22-24. والمرحلة التانية خمسة وعشرين ستة وعشرين. وغادي بحلوة. مزين. اذا نمر هنا الى هدروع لشوية للتوظيف الجياوي. وقبل قبل من هدروع للتوظيف الجياوي. غا بالنسبة لغير مستكملين. اللي قلت انا اياه. ولا زيادة في المعاشات. تيقولوا بان نارا خلال اصلاح صناديق تقاع واللي غادي نطالق في الشوتين في 22-22. بدوو يهدرو فيه وغا يبدو بش يصلحوه واللي في قتبين عام وخاص. تندرون على ان هدرو فيه تهواء. النارة ما غادي يهدرو على زيادة دي المعاشات ويدرو على المعاشات الى اخرية. مجمدة منذ يعني 1997. وهدش كان خاصوه يكون فيه اصلاح المقياسي الاول ديال 2017 ولكن للأسف الشديد ما كيش لا تيضر على المتقاعدين. ما كيش ايضر على المتقاعدين. نظروا اللي لازو هنا الان الى التوظيف الجياوي هو المشكلة ديال التعاقود. المشكلة من التعاقود. التوظيف الجاوي الذي هو هو المشكلة صعب. هو المشكلة اللي عويص. اما جميع المشكلة الاخرى سيتمون معالجة ديالها داخل نظام اساسي الجيل. اللي في سلم هي طلع السلم الأعلى على ذلك يقول لك سلم 11 ودوزونا للهدائش ودوزونا للهدائش لماذا ما نهدائش؟ وانت في العشر اطلع للهدائش واناك اطنع للتناعش ملعت هاود للتسعود اذا سلم الأعلى اطلع من العشر هذا ما تتعني؟ الترقي لسلم 11 واش تتعني؟ تتعني انهم ركزوا على الملف بانه ملف يخص القيام به نفس السلم العاشر ضحايا الزنزانة العاشرة هذا كشلش يقول لك الترقية الى الحادي عشرة يعني لا تخصوا لتقاعد بالتاسر ولا تخصوا لتقاعد بالتام حال هاد الملف هاد ضحايا النظامين؟ ها هادو اللي ديزير ربعة المرات خمسة؟ هما فقط اللي قال لك السيدي هما اللي ضحايا وخاص نعطوهم السلم الحادي عاشر من اجل ترقيتين من السلم الحادي عاشر في حين ان المسمى الصحيح هو الترقي كوكان انصاف ديال ضحايا النظامين غير الدار الترقي السلمي الاعلى ويتم تحين كل من تم توظيفه التوظيف الأول وخريجي السعيئي بالسابع او بالتاني ومن حوث نواد الاعتبارية ومن التاسع للعاشر خصو يدوز بخمسة عش على الستة هاد الشي اللي غادي يتم الان بالنسبة للأفواج 3 3 9 4 95 لغايردوهم ضحايا الزنزان العاشر اللي قولوا لهم المرتبون السلم العاشر اللي غايتم يعني غادي يدوز هاد الملف بالمدة مية و 12 15 على الستة من العاشر للحضر عاشر نفس الشي بالنسبة لهذا التوظيف الجهوي كما قلتم فهو سيكون يعني جهويا لأن المشكلة اللي كانت الدار وهو أن كانت هناك أحد المراجعة لأن نظام موظفي الوظيفة العمومية نظام موظفي الوظيفة العمومية الآن ولا نظام موظفي الإدارات العامة هذا هو المسلم الجديد فرق إذن نهارش نهار 3 أبريل نهار 3 أبريل 2019 تم هذا التعديل التعديل ديال 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 تمت مراجعة المراجعة ديال النظام موظفي الوظيفة العمومية التي تخذع الضاير واحد ضاير الشريف واحد 58-0080 وذلك بتعديل يتضمن هذا التعديل العديد من المستجدات وكانوا ديال هناك واحد مشروع قانون يتعلق بتعديل هذا النظام ديال الوظيفة العمومية في ديال الجدال الذي أطاره النظام الوظيفة بالتعاقود يعني كانت دار هذه الساعة دار هذه يعني بدأت هذه الإضرابات وهذا الشريل ذاك وكانت هناك واحد ضجة ديال المسائل للتعاقود وكانت دار واحد تعديل هو اللي خلقوا به هذه الأنظمة الأساسية ديال أكاديميات اللي هو 12 تعديل للدار ذاك الـ 12 نظام أساسي ديال الأكاديميات اللي بدأت يخدموا به كل الأكاديميات تخدم بذك النظام ديالها من أجل باش توظف جهويا بالعقدة والآن بعد ما كنات ضجة إذن كون واللي نسمعه ومقاش نظام أكاديميات اللي كان دارت هذه المراجعة كما قلت في 3 أبريل 2019 لنظام موظفي الوظيفة العمومية إذن باش يمشوه كانوا غادين نحوه التوجيه نحوه التعاقود وكانوا بغي يجربوه وغادي يديروه ذلك الكلام في الصحة وغادي يديروه إلى آخر جربوه وبغي نعموه في الإدارة العامة إذن دامية الإدارات سيكون هناك تعديل بيعني واللي عنها واحد توجه ديال لا تمركوز الإداري توظيف الجهو ديال اسموه توظيف الجهو إذن هنا الأساس في هذا الشيء وهو خاصة يتم إحداث نظام يعني يضمن الاستقرار المادي والمعناوي والنفسي لهؤلاء الأساس يا أستاذات الأفاضر اللي غي يقولوا اليوم أطر النظام الأكاديمي إذن إحنا غنهلو أمام نظام جديد ونظام قديم إذن نظام القديم هو النظام ذي الوظفي ودارد آآ نظام موظفي آآ الوظيفة العمومية هذا هو النظام القديم نظام جديد اللي ولا نظام موظفي الإدارات العامة موظفي الإدارات العامة إذن لش لش نحن نشوفه نقارنه تنسمعه على نظام جديد للتعليم وتنسمعه نموذج جديد للتوظيف إذن هنا غد يتحدث واحد نموذج جديد للتوظيف يعني واحد نوفو موديل دروك ريتمون نوفو موديل دروك ريتمون غادي وولي إذن مني جابوا نظام جديد باش غادي يصلح ويتجاوز يعني وي يقتعوا مع النظام القديم ديال 2003 ويصحح لك الاعتلالات دياله إلى آخره وأيضا بالنسبة التوظيف الجاوي غايكون هناك نموذج جديد للتوظيف إذن من هنا يعني هاد تنشوفنا بأن هذه النقطة هي النقطة ليشوية يعني ماشي سهلة باش يتم المعالجة دياله خصوصا لها مرتابطة بخلق وإحداث مناصب مالية لغا تكون قارة خاصة تكون قارة ومستدامة ولكن ذلك بالتنزيل الجهوية المتقدمة لابد ما غادي يكون هناك وحتى تأطير قانوني للتوظيف الجهوي داخل نموذج جديد للتوظيف وما تنسوش يعني تعاونونا بالدعم ديالكم وبرتاج وبالليكات وبالنخراط وما غا نفوتو الشيوخ ديالنا واسمحوا لنا لكن خرجنا شي كلام ما شي هو هذك بعض القطرات لأن كراميني تتشوف يعني تطعنوا من قبل يعني ليهما من الصواب أنهم يصطفون إلى جانب هؤلاء الشيوخ خصا نحن جبنا جميع المغرب وشوفنا حالات وناس في حاجة إلى هذا الإنصاف والجميع إن شاء الله سينصف ولو على دفعات سينصف سينصفون هالشي ركا ندفنوه دفن والحمد لله ووقفوا معنا إخوان والأخوات ونحييهم تحية عالية نحيي نحيي تحية عالية عافنا يا دل ونحيي جميع الكتاب العام والذين ساندوا والذين وقفوا إلى جنب إخوانهم مرحبا غضار مئة وعشرين فهمت نحيي الجميع نحيي الجميع كل من دعا مشروخ طربي والتعليم خصصا صحاب المعاشات الضعيفة الهزيلة العشة والسلليم الدنيا إنساء الله سينصف الجميع ساق ينصف الجميع أما جوج عيش أورا أما غايت سيطلعكم غنم ولا غايت سيطلعهم غايت سيطلعكم تهاجة والو ذاك شي اللي يدارو الله هو اللي غايت نوصلولي ذاك شي اللي كتقسم الله هو اللي غايت نوصلولي ولكن يجو زلالا بها لكم ونحرق معهم العقبة نحرطوه ونمجد لكم على صوروتور في حق هذا الشيوخ على صوروتور ما عندهم مشكلة يا الله تلغب دا ان شاء الله وناظره صمي؟ يا الله عدرونا ما تقلقوش علينا وتنشكروا جميل إخوان اللي تتصلوا بنا واللي تتصلوا بنا يعني تنفسوا ياتي رفعونينا شوية من المعنويات دينا إلى آخيره لأنها بعض الأحيان إنسان تخرج عن الجادة تستواب من تشوف أن الأمور يعني سهل باش تهدم ولكن رع صعيب باش تغني صعيب باش تغني ولكن سهل باش يجيب ندوم غير يهدم الناس ما عارفين شماء ذاك هاتي يجو بديعي خبز ويدبز كما تيقولون الله ببارك الله عليكم حفيرا ماتي الابروشان